أستاذ فتحي يمكن فيه مقدمة حسام تحدث عن سيارات متنقلة شرطية حديثة سيارات تحقيقات سيارة تحقيقات متنقلة ممكن حد من المشاهدين وهو يسمعنا دلوقتي أنا نفسي بتساءل مثلا احنا على طول متعودين بيقى فيه دوريات شرطة صحيح ايه المختلف في الحقيقة ما هو ده زي اللي احنا بنقوله ان سيارات الشرطة دي ايضا تم تزودها بتقنيات حديثة كان مفهوم زمان البوليس او الدورية الامنية هو مفهوم تقليدي جدا عن بوكس شرطة بيلف في اللي احد مثلا متهم او خارج عن القانون بيضبطه او بيتلقى بلاغ فيتحرك عليه لا دلوقتي بقى فيه بنتعامل بشكل مصر الجديدة جمهورية الجديدة فبنتعامل فيه سيارات جديدة عبارة عن قسم شرطة متنقل السيارات دي سيارات فان بدأت وزارة الداخلية بتطبيقها في سنة 2017 عبارة عن سيارة اسم شرطة مصغر فيها اجهزة حديثة كاميرات سي تي في فيها اجهزة اتصال تكنولوجية مرتبطة بغرفة عمليات الامن العام وفيها كمان منظومة للكشف عن المشتبه فيهم او العناصر الجنائية وكاميرات حديثة مرتبطة بمنظومة تقنية من اجل معرفة السيارات المختبئة او المخفية يعني مثلا في عمليات المطاردة بتسهل هذه السيارات معرفة او التوصل بسرعة لاماكن اختفاء واماكن السيارات الهاربة واماكن المجرمين والكشف طبعا فيه اجهزة للكشف عن البطاقات المزورة بطاقات الرقم القومي فيه اجهزة للربط بالاقسام الشرطة تحرير محضر داخل السيارة هذه السيارة كمان عندنا السيارة دي تم تدريب الكوادر اللي فيها وتأهلهم للتعامل مع الحدث الترق يعني مثلا عندنا زابط شرطة او قوات شرطة في هذه السيارة لو هتتعامل بشكل تدريبي او بشكل فيه ملاحقة او مطاردة تم تأهل هذه العناصر للتعامل مع ده ولو فيه كمان بلاغ او ازامات من خلال وسائل التقنيات او وسائل الربط اللاسلكي بهذه السيارة باقسام الشرطة او بالامن العام بيتم توجيه الموجودين في هذه السيارة والعملين بها من اجل التحرك للبلاغ او من اجل التعامل كيفية التعامل مع البلاغ في حالة الحالات الطريقة